خلاص الموضوع طيب في بعض الناس قلت لك صلاح ما كانش مفهود يطلع بالتصريح اللي قالوا انه يتمنى إليها بليال مدريد في نهاية دورة أبطال أوروبا قبل موجهة مانشستر سيتي ليه؟ ليه؟ يعني ما يطلعش ليه؟ ما يقولش ليه؟ ما يعبرش ليه؟ ما يحفز الزماله ليه بالمناسبة؟ صلاح بيتعامل دلوقتي هو مش كابتل منتخب مصر بس هو أحد كباتن ليفربول وأسطورة من أساطير ليفربول دلوقتي يعني يعني هو ده الواقع الراجل الوقتي راجل تعمله أغنية جماعة وصوره كل مكان في كل حتة فليه ما يحفز زماله؟ يعني ليه ما يحفز زماله؟ ليه أنا ما قلش يا جماعة احنا عندنا حساب هنصفيه وانا معاكو وانا في ظهركو وانا بيكو احنا مش صدقين ولا مين؟ هو مصدق هو مصدق هو مصدق الحتة اللي هو فيها احنا لسه مش قادرين نستوقف فكرة محمد صلاح طبعا دماغه وعقليته وتفكيره وطريقته واسلوبه مش محمد صلاح بتاع المقاولين ولا بازل ولا فارنتينا ولا روما ولا لا محمد في حتة مختلفة ماتش ليفربول هتشجع مين؟ لأ ودي محتاجة كلام ليفربول طبعا لأ أنا كمعاية ديوف بيقول دي هنشجع أنا بحب ريل مدريد جدا وانا كمين؟ جدا يعني بحبها جدا جدا ليفربول طبعا عشان صلاح طبعا بس دي نقطة مهمة كويسة صراحة ان انت قلت لها لي كده يا جزبا أنا أنا زيك أنا بحب ريل مدريد ده حب ريال مدريد أنا زيك أنا بعشة ريل مدريد تمام بس ده عندنا لعب مصر يا جماعة بيلعب نهاية دورة بطالة أوروبا هشيري الكاس يعني فهم؟ فخلاء يعني ريل مدريد تكرر مش مهم ياخدونه للموسيب عادي يعني بالضبط مش هتفرق بس في نفس الوقت في حالي تجدل في الكسة دي يعني في ناس في مصر هنا بيحبوا ريال مدريد قوي فيقولك لا أنا هشجع ريال مدريد لو لعب مين أنا هشجع ريال مدريد حتى لو صراح بيلعب وفي ناس تانية والناس دي بعض الناس تتعامل معاهم انهم خينين كده لمحمد صراح ومش وطنيين والنحية التانية والنحية التانية والنحية التانية اللي هو احنا بتشجع ريال مدريد وحتشجع محمد صراح تلاقي حد دي بقى ييجي يقولك ايه انت يا عم مش منتمي كويس انت منتبه نص نص ما انا مش فارق برضو يا رمي يعني عارف انت اللي هو اللي متربتش في حواري مدريد ولا يعني مولود في اسبانيا لا انا موضوع بالنسبة لي مش كده انا فارق بحبه طلعت عليه من ايام زي ما انت قلت كاسياس وقبلي سيزار وبتحب تشوفه ورونالدو روبيرتو كارلو لا فيه اسامي بقى عشان ما نعودش ننسى يعني الجيل اللي انت خلاك تحب ريال مدريد لكن انا بحب بحب بلدي جدا انا بالنسبة لي رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة مصر منتخب مصر وده اللي فيه لعب يلبس تشيرت منتخب مصر انا احبب انه هو ينجح بس 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 المدريد بقى برشلونة بنقعد نشجع مش عارف ليفربول هنا بتاع انا في الاخر احنا فيه صفحات عالمية على الفيسبوك يعني اتشيرت وظهرت بفضل بس ان محمد صراح راح فرنطينا ايه فرنطينا معي طب انت بتو ممكن تعمل لايك لصفحة فرنطينا بسؤال بس ان هو ايه يعني مسلا انت ممكن تعمل لايك لصفحة زي دي انت ممكن تدور على مواتشات بازل تفرج على الفي الدور السويسي مسلا او دعمل لايك لصفحة بازل اه يعني النهاردة موجودين على صفحات دي بفضل يعني هو عشان طبعا محمد صلاح اه واخد بالك وصفحات عدة الملايين ام عشان محمد صلاح بس موجود غير الكومنتات غير انت بتخوشت تشوف كومنت عارب بالمناسبة بالمناسبة صراح النهاردة هيبقى معانا امادوف لافيو يعني ده عبق افريقي كبير عظيم طبعا 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 لما كان بيبقى في لعب افريقي متقلق في الدولات الاوروبية كنا بالنوح ده بتاعنا ايوة بالزبط ده رجبه ده بتاعنا جماعة ساموا الانتو ده بتاعنا فيه طبعا عشان لعب افريقي يعني معانا في الكارة ده بيأكد كلامك لما الكلام جي على ان البطولة افريقي ما تتلعبش انت حميتك خدتك انا يا جماعة لا انا من الكارة دي لا البطولة تتلعب لي زيها زي بطولة امم اوروبا زي البطولات دي انا حوة ده يعني هو ده اللي بيخليت رجبة ايته اي حد بيظهر لها جماعة الراجل ده هقولك على حاجة هو الناس في عامل مع سادي وانيزة بتحبوا جدا على فكرة طبعا والمطش الاولاني هنا الناس تقبلته وسقفتله ينتمي للكارة الافريقية فاحنا عاطفيين لا او احنا بنحب واحنا ما عندناش والحطة اللي هي اللي فيها الغل ايه رأيك في الجيم اللي حصل بتاع انه صحافة العالم او بعضه كانت الانباء العالمية او حتى الاكاون بتاع التشامز دي جي الرسمي بدأوا مركته الفكرة انه سادي وانيه هو لا ينفس كريم بينزيم على جايزة افضل لعيا في العالم السندي هو ايه المشكلة يعني فاهم عندناش يعني برضو ما عندناش مشكلة فده بس حجم اللي عمله صلاح السندي على المستوى الفردي هم حاسبينها انه هو وصل ببطولة امم افريقيا وبلاده لقب الاول وده دي حاجة برضو كبيرة جدا جدا وانه هو يصعد كاس العالم برضو دي حاجة مش هنقدر نخفلها لكن احنا نحب ان صلاح يكون موجود برضو لكن لو صادي وما وانيه موجود احنا برضو ده منطق يا كريم لانه خد بالك انت بتتكلم صلاح موجود فين في ليفربول معه هيلعب نهي افريقيا الكاس الدولي طب ما لو صلاح حقق دول بالتبعية هيتضفه في رصيد مين بس هدى في الدول الانجليزي وافضل لا بيعمل الاسستة في الدول الانجليزي تمام تمام يعوض الحتة التانية بتاعة نهي ايه بتاعة بتطلت الامم والكاس العالم بالضبط فهي الموضوع لا هيبقى ممكن يبقى فيه تساوية نو عنده ارقام على المستوى الفردي لا ارقام عدية كل الناس دي فيه لعيب تاه في النص بمناسبة تلايتنا دايما او توقعاتنا دلوقتي بقى يتصلاحوا بس يعني صلاح عشان هو اللي بينافس انني انني فايق قوي اربع نشاط انتصارات متتالية واستهام واخر المباراة والمفاوضات بتفتح معاه لها انه فعلا يستهل انني محتاج مدرب وده كلام في الناس كلها عارف في القرآن انك تحتوي نفسيا لانه هو فنيا واصل في حتة كويسة لكن تقدر توظفه بازاي وتستفيد منه ازاي وادعمه نفسيا ازاي النني يعني عارف انت محقق بيجي لك كده فبيجي له في التوقيت المناسب يعني كل فترة خلاص نني ماشي من ارسنال فييجي بفترة الاعداد فيكسر الدنيا فيلعب فيقعد فوالله ده ماشي اخر الموسم فيكسر الدنيا فيبدأوا معاه المفاوضات مرتين انت عارف النني ده كسه برضو حكاية انا عارف عارف فيه العيبة كده تهيت في نص محمد صلاح انت عارف لو محمد صلاح مكانش موجود مكانش في الجيل ده وبيكسر الدنيا في اوروبا وبتقفى بالنسبة لك انني ده كان هيبقى عظم لاعب في الكون طبعا رجل بلعب فناني من اعرق الانجليز وبتقفى كايت الناس تعاملت مع محمد ناس كايت تعاملت مع محمد ده عظم لاعب في الكون بس محمد بس ده موجود في الكورة اه طبعا الاصنعيات دي موجودة من قدير المية في المية يعني يا حزي مامو عب سبتار صبري فهتلاقي ايه في حد نجمه بيبقى عالي شوية مرابع على التاني في واحد بياخد برقات موجود بس مش واخد نفس المسيح يعني صح في لعيبة كتير جدا جدا جد سواء محليا او 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 عالميا او افريقيا ما بتبقى ايش وقت في دايما حد ايه عارف تبقى في دايما نجمه ميسي وكريستيانو وبعدين صلاح علعك كل عارف انت علع على العالم صلاح فمصة بس انت لو حسبتك كمان عالميا ميسي وكريستيانو نقول داسوا على اجيال اجيال لو ميسي وكريستيانو مش موجودين كان فيه كم لعب افضل لعب في العالم تذكروا بعد شوية وفيه ناس كده عملت حاجات بس انت فيه اسامي هي بتبقى مساوقة نفسها وبتبقى هي الكبول عالي جدا جدا عند الناس خاتت كحكة لوحدها بالزبط هو كلاسكو الارض كان كلاسكو الارض ما عشان كريستيانو بقى كلاسكو الارض دلوقتي اه ماتشو عالي جدا شغال يعني يعني مش بقى منشسر سيتي وليفربول بس اهو شوف